السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدى عبد الرازي استشاري أمراض موادية وجهاز عدمي وكابت أتشرف بوجودي معكم موضوعنا اليوم عن الأمراض الجنسية والطفح الجلدي بعض الأمراض الجنسية نكتشفها بالطفح الجلدي الموجود على جلد المريض بعض الشباب يتعرض للمواقف معينة يضطر فيها أن يمارس الجنس خارج إطار الزواج وبالتالي فهو معرض لأنه يصاب بأمراض جنسية متعددة منها الإيدز، منها السيلان، منها الزهري، الكلاميديا، فيروس بي الكابدي مجموعة كبيرة من الفيروسات والبكتيريا ممكن تصيب هذا الشب وبالتالي الدكتور المختص يبدأ يكشف على المريض ويشوف الطفح الجلدي الموجود على جلد هذا الشباب هذا ممكن تشخيصه يكون ماذا؟ طبعا في مرض الزهري هو عبارة عن مراحل المرحلة الأولى عبارة عن حمرار حبة تظهر إما على الفم أو على اللسان أو على الأعضاء الجنسية وهذه الحبة تبقى قرحة، وهذه القرحة تتحول وتكبر، وهذه القرحة غير نازفة وتبقى نشفة، وفي نفس الوقت هذه القرحة غير مؤلمة وبالتالي معظم المرضى لا يشعرون بها أيضا هذه القرحة تقعد فترة أسابيع على بالما بتشفى، وبتشفى عادة من تلقاء نفسها أيضا بتاخد وقت على بالما تظهر، يعني هي تظهر بعد عدة أسابيع من العلاقة الجنسية وأيضا هذه القرحة ممكن تكون في مكان مستخبي مثل المستقيم أو المهبل ممكن أن الشخص لا يأخذ باله منها بعد ذلك، عندما تشفى، يدخل المريض في المرحلة الثانية والمرحلة الثانية هي عبارة عن طفح جلدي والطفح الجلدي عبارة عن بقع حمراء تصيب الصدر والبطن والضهر وأيضا بتصيب باطن اليدين وأيضا باطن القدمين وفي نفس الوقت، هذا الطفح الجلدي لا يجعل الواحد يهرش أيضا ممكن يصاب في المرحلة الثانية بارتفاع في درجة الحرارة، سقوط في الشعر، إحساس بإعياء وصداع وارتفاع في درجة الحرارة، يمكن أن يصل إلى 40 درجة مئوية وفي نفس الوقت، يحدث له نوع من أنواع الغثيان والقيء طبعا في هذه المرحلة، لو لم يتم اكتشافه، يدخل بعد ذلك في مرحلة كومون تقعد لسنوات، وبعد ذلك تظهر المرحلة الثالثة، والمرحلة الثالثة بيبقى فيها عبارة عن كتل مطاطية ممكن تظهر في تحت الجلد، وممكن تظهر في تحت فروط الرأس، وممكن تؤدي إلى قرح كبيرة الحجم طبعا في المرحلة الثالثة، يمكن أن يصاب الإنسان بمضاعفات، يمكن أن تصل إلى الجنون أو الوفاة في أيضا أمراض أخرى ممكن تؤدي إلى طفح جلدي، مثل السيلان السيلان ممكن يؤدي إلى قرح في الأعضاء الجنسية أو على الفم وأيضا السيلان ممكن يؤدي إلى ألم أثناء التبول وإفرازات صديدية من مجرى البول وألام في الحوض عند السيدات أيضا مرض الكلاميديا ممكن أيضا يؤدي إلى قرح سواء في الفم أو على الأعضاء الجنسية وده أيضا ممكن يؤدي إلى آلام أثناء التبول والتهابات في عنق الرحم أيضا ممكن هذا الشخص يصاب بفطريات تبقى موجودة على اللسان وهذه الفطريات تدل على أن المناعة هذا الشخص قليلة جدا لأن هذه عادة تحدث في مرضى الـ HIV التي لا يأخذون علاج لفترات طويلة و سنين هذا ممكن يظهر لهم فطريات في اللسان اسمها كانديدا عبارة عن غطاء أبيض مغطي اللسان هذا يؤدي إلى صعوبة في البلع و ممكن يؤدي إلى إحساس بالغثيان و القيء هذا من ضمن الأدلة على أن هذا المريض دخل في مرحلة الـ AIDS وهذه المرحلة التي يحدث فيها مضاعفات و ساعتها يتحكم في الخلايا المناعية بتاعت هذا الشخص أيضا ممكن يؤدي إلى طبقة بيضاء على جانبي اللسان و في نفس الوقت الشعيرات موجودة على جانبي اللسان وهذا نتيجة ضعف المناعة و نعرف أن لابشتاين هو مرض القبولات وبالتالي لا يظهر الأعراض إلا لما المناعة الشخص تقل جدا في مرحلة الـ AIDS أيضا في مرحلة الـ AIDS التي هي المرحلة النهائية من مرضى الـ HIV يظهر على الجلد بتاع الساقين بقع وردية و حبيبات و هذه الحبيبات يمكن أن يكون الشخص مصاب به أنواع من السرطانات الجلدية نتيجة نقص المناعة و هذه نحن نسميها كابوسي ساركومة أيضا نتيجة بعض الممارسات الجنسية ممكن أن يصاب الشخص بحبوب المليساء و هذه مثل الصنطة و هذه المليساء نسميها مولاسكم كونتاجيوسام و هذه نتيجة فيروس معين أيضا يمكن أن يصاب الشخص بـ هيربس وهي هيربس نوعين النوع الأول والنوع الثاني وذول ممكن يصيبوا الفم واللسان و ممكن يصيبوا أيضا الأعضاء الجنسية وذول ممكن ينتقلوا عن طريق الممارسات الجنسية و القبولات أيضا بالنسبة لمرض الأمراض الجنسية فيروس به الكابدي أيضا ممكن ينتقل عن طريق الممارسات الجنسية وهذا يمكن أن يؤدي إلى إسفرار في الجلد وفي العينين ونفعله اختبارات لكي نتأكد إذا كان فعلاً أصيب الشخص بفيروس به الكابدي أو لا، نفعل إنزيمات كبد ونكتشف أن هذا الشخص أصيب بفيروس به الكابدي نتيجة العلاقات الجنسية أحب أن أشكركم وأحب أن أقول لكم أن لو هناك أي استفسارات أو تقارير طبية سأعطي الواتسي 020 10 27 28 4778 أشكركم جزيلاً شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته